هذا وتتميز العلاقات المصرية الهندية بتاريخها العريق كما تعكس التعاون بين الدولتين الكبيرتين وحرصهما على تعزيز مجالات التعاون الصنائية وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات تتميز العلاقات المصرية الهندية بتاريخها العريق تؤكده العلاقات المعصرة من تعاون يليق بدولتين كبيرتين تمثل كل منهما ثقلا إقليميا في منطقتها كما تعكس التطلعات والتحديات المشتركة التي تواجهها القاهرة ونيو ديلي وعلى جسر التواصل القديم ما بين اثنان من اهم الحضارات الانسانية على الارض عبر الكثير من التفاهم بعدد كبير من الاتفاقيات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية السنوات الاخيرة شهدت العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا وحرصا من الجانبين على تعزيز العلاقات بتكثيف الزيارات رفيعة المستوى وتعد مصر واحدة من اهم الشركاء التجاريين للهند بقارة افريقيا وثالث اكبر سوق تصدير لمصر عام 2021 كما تعد الهند سادس اكبر شريك تجاري لمصر في عام 2021 والشركات الهندية من اكبر المستثمرين الاجانب في مصر وتوسعت التجارة الثنائية بين البلدين خلال عام 2021-2022 وبلغت التجارة الثنائية 27 من 100 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 75% عن العام الماضي وبلغت صادرات الهند الى مصر 73 من 100 مليار دولار وصادرات مصر الى الهند بلغت 53 من 100 مليار دولار فيما تبلغ استثمارات الهند في مصر نحو 33 من 10 مليار دولار بعدد 52 مشروعا وتشمل المشاريع الهندية الكيميائيات والتعبئة والتغليف وقد اختبرت متانة هذه العلاقات والتفاهمات خلال تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية وما اثرت به سلبا على مجالات الامن الغذائي والطاقة حيث مثلت الهند بديلا مرحليا مهما للقمح الروسي والاوكراني الذي تعد مصر المستورد الاكبر له عالميا وعلى صعيد توفير مصادر الطاقة البديلة ضمن استراتيجية مصر للمناخ استفادت مصر من الخبرات الهندية في مجال الطاقة الشمسية وهو ما اتضح بقوة في الشركة المصرية الهندية في انشاء مشروع مزرعة بيمبان للطاقة الشمسية في اسوان لتكون اكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم وعلى مستوى العلاقات العسكرية استقبلت القاهرة وزير الدفاع الهندي راجرناث سينج لبحث تعزيز العلاقات العسكرية وتعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين ووفق بيان الرئاسة المصرية فقد شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والامني بين القاهرة ونيو ديلي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الامكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات العلاقات المصرية الهندية خمسة وسبعون عاما من الشراكة والتعاون وأعوام كثيرة قادمة تحمل في جعبتها المزيد من التعاون من أجل الشعبين المصري والهندي اشتركوا في القناة